موسيقى أهلا وسهلا بك في الزيارة التانية مرة تانية كل سنة وطيب ولعل روشيتة اللي انت خدتها مبارح لا أثرتش في الصيام واليوم عدة كويس مع لا بالعكس انا عملتها بس انا المرة اللي فاتت حسنت ان الجلسة المرة اللي فاتت طارد كزاي كتير من الاسئلة مالحيتش هترحها فمش عارف يعني هل ده طبيعي ولا هيا لا هو ده طبيعي طبعا اخد بالك احنا احنا بنتكلم في حوالي يعني دردشة خفيفة كده بتاعت ربع ساعة مثلا تلت ساعة بالكتير ومن الطبيعي انه موضوعات النفس موضوعات كبيرة احنا اللي بنحاول نعمله دلوقتي انت انا باغتانم زيارتك ان انا اديك مفاتيح ممكن تفتح لك حاجات كتير بعدين وانا اظن ان انا ممكن احييلك بعد كده على مراجع معينة انه الموضوع ده ممكن يعني ترجع للمصدر الفلاني فيه او للمرجع الفلاني فيه لكن من الطبيعي ان احنا يدوب احنا بنلمس كده على اسطح حاجات معينة فيه بعض الحاجات هنخش بالعمق فيها لان احنا نشعر انها مهمة انما من الطبيعي ان كده هتشعر ان كده دخلت على عالم جديد بتسأل فيه اسئلة اتكتب فيها كتب ومجلدات وموضوعات والفقير اللي قدامك ده مطلوب منه ان هو حيدي لك الخلاصة بالضبط فربنا يعينك يعني الله المستعى ان شاء الله انا كنت سألتك المرة اللي فاتت عن المادة اللي احنا مفروض ان شاء الله هنتناولها خلال الشهر في كل الجلسات اللي احنا هناخدها خلال الشهر ده هل هي بالفعل مفيدة وهل بالفعل انا يعني انا وكل اللي زي هيقدروا يستفيدوا بيها؟ طيب بص يا سيدي الكثير من الناس بيسأل السؤال ده هو الكلام ده مهم يعني هو انا محتاج اسمع الكلام ده بقولهم نعم و لا نعم و لا ازاي؟ خليني ابدأ باللا ففي ناس بتلايهم عايشين قردي سعداء ومبسوطين وهما مش عارفين ان هم بتتخذ من سعادتهم دي كتب وحكايات وتتعامل قصص واكاديميات احيانا وفي ناس ثانية لا بتشعر ان السعادة لازم تعلم تعليم و لازم يحضر كورس و دورات تدريبية و مش عارف ايه للنوع الاول بنقول لو انتوا شفتوا المادة دي على الاقل هتعرفوا اه انا فهمت دلوقتي هو انا الصحة النفسية بتاعتي جاية منين و عرفت ايه المادة العمية اللي بتدعم الكلام ده طيب؟ يعني ممكن اشبهها تشبيه مادي جسدي بين قصين اللي هو ايه؟ واحد قردي حياته كويسة و جسمه كويس و مش عارف ايه فييجي بصر كده يسمع الدكتور بيقول انه الكربوهايدرات الزيادة بعد ساعة معينة ده فعلا ده انا لم اعملوش و عشان كده نصحتكم على الاقل بقى عنده اساس علمي لما يحصل مع ايه حاجة بعد كده يعرف هو حصل ليه؟ ايه ايه واللي هو فيه سببه ايه؟ اما الناس اللي ايجابتهم نعم يعني ايجابت على سؤالك نعم محتاجين فهم للأسف يعني معظم من نلقاهم في الحياة اليومية عندهم علمات استفهم كتيرا مش عارف يعملي يعيش مبسوط ازاي يتعمل ازاي في الحياة اليومية في البيت في الشارع في المسجد في المقهى في النادي في المول في الشغل في المستشفى في الشركة مع زملاء مع مدير دول بنقول لهم نصيحة اخوية بعيدا عن كوني طبيب ويقول لكم تعالوا عندي ده بالعكد انا بقول احيانا للناس نفسي من بكرة اقفل العيادة طب ليه يا دكتور؟ عشان لو الناس تعلموا الكلام ده احنا ممكن نفضل حاجات تانية يعني دائما بقول لو العيادة تقفلت والناس كل واحد عارف بقى يقرأ نفسه ويحل مشكله ما يضطرش بقى يجي عند حد عشان يقوله هو مين ومش عارف ايه نفضح احنا بقى لمناهج تربية وتعليم مناهج تتخرج جيل جديد انما حتى اشعار اخر احنا بقى يعني مضطرين نشتغل الشغلان اللي هو ان يجي حد قدامك وتقعد تقوله هو مين وتعرفه على نفسه وتقعد تشتغل مترجم بينه وبين نفسه عشان هو مش عارف يقرأ نفسه فباختصار هي دي المادة اللي احنا بنقدمها والجمهور المنتفع بها هو كل من يحق فيه ان لديه نفس بشرية فكل من عنده نفس بشرية ولو دقاقنا شوية كل من عنده نفس بشرية 14 سنة وفوق ممكن يستفيد من المادة ان شاء الله يعني تقريبا كل الناس اللي بيسمعون يعني تقريبا ان شاء الله طيب دكتور التناول المادة نفسه هل هيكون من خلال تجارب مثلا مرت عليك في العيادة او من خلال كتب النظرية بقا احنا دايما بنسمع الكلام نفس تقيل شوية احنا زي ما قلنا يمكن في الزيارة بتاعتك مبارح احنا من الامانة ان احنا نقول للناس العلم وإلا حنشبه اي حاجة تانية بتتقلل الناس لكن كمان مش معنى الكلام العلمي انك تبقى تنظيري اكاديمي بعيد عن الشارع وبعيد عن البيت وبعيد عن ولذلك احنا اللي حنحاول نعمله ان انا هقدم بين يديك ملفات المراجعين والمراجعات من غير طبعا كسر الخصوصية اي انسان انما هناخد منهم نمازج الاب والام والبنت والشاب كل الشرائح كل الشرائح وفي خطاب عملي يعني الاعلام بيعمل ايه اليوتيوب ممكن يؤثر ازاي الانيمي والمانجا والكارتون ممكن يعمل ايه قنوات اللي مش عارف ايه ممكن الاستماع الشديد لفترات طويلة للميوزيك ممكن يعمل ايه الهاردروك اخباره ايه الكلام ده كله ممكن يعني ممكن نتناوله كل مادة في مادتها بس انا ازعم انه احنا بنحاول قدر الامكان في الجرعة الخفيفة اللي انت اشتكت منها في بداية الجلزة النهاردة نحاول قدر الامكان نقدم لهم الخلاصة اللي انا بشترك دايما بقول للناس لو معاك صدق وارادة صدق وارادة متخدعش نفسك متتحكش عليها متقولش انا محتاجش الكلام ده متقولش انا اموري كويسة وارادة يعني كل الناس محتاجة للمادة النفسية حتى لو كان كويسة انا ازعم ذلك على الاقل عشان يرجع نفسه يعني مش شرط اللي يذهب للطبيب نفسي انه يكون مريض نفسي لا طبعا احنا بيجوا عندنا انت بيجوا عندنا طبعا بس عشان التبقى واضحة احنا قلنا مبارح انه في فرق بين الطبيب النفسي والاستشاري نفسي لكن دلوقتي الطبيب النفسي بقى بيتلقى حاجات ودي مما اخلي على بعض الأطباء النفسيين ما عندهش خبرة حياتية هو عنده بس حاجة خدها في الكراريس وفي الملازم وفي الكتب ونجح وبقى بيتكلم في كل حاجة في اختيار شريك الحياة لا يا عم لاحظة شوية يعني خد نفسك على جنب كده خد كورس اتعلم او اثبت لي انه عندك خبرة حياتية ضمتها للطب النفسي بتاعك عشان اسمع للكلام اللي انت بتقوله انما باختصار طالما احنا قلنا مين اللي حيستفيد العيادة بيجي لها اللي عايزي اختار تخصص واللي محتارة في اختيار شريك حياة واللي متقدم لبنت ومش عارف هما حيبوا مناسبين لبعض ولا لا واللي عنده اكتئاب شديد واللي عنده هلوسة ده في العيادة اللي تخذ بالضبط فاحنا بنقول للناس مش كل حد يعني بيخبط على باب العيادة النفسية هو بين قوسين مجنون كما يتصور البعض او كما اشاع الاعلام للأسف والافلام لا انت ممكن تبقى جاية عشان تفطفة انت ممكن جاية عشان تاخد فكرة بس انا يعني من اواخر الحالات اللي انا ممكن افتكرها جات لي واحدة جات لها بعثة وعايزة تعرف هل هي مؤهلة نفسيا ان تغترب يعني هل هي مؤهلة نفسيا انها تبقى بعيدة عن باباها وميتها طب نسأل السؤال للعكس هل المعالج النفسي او الاستشاري النفسي مؤهل انه يقدر يعرف بالفعل هي تقدر الا بابا المفروض طبعا انه يبقى مؤهل وإلا يعني يعد في البيت انما نكرر ثاني الامانة تقتضي انك انت لما تتصدر للناس تبقى مؤهل للمكان اللي انت فيه وإلا بتدحك عليهم وبتكون حرام اتضح دلوقتي انه المادة ما شاء الله مهمة جدا لكل الناس وكل اي حد بيسمع طبعا ما معلش هو اتضح لان انا سوقت لها بكلام مزوء انما نسيب الناس انا نشوف بعدين طيب هل فيه طريقة معاينة انت تنصح بيها بحيث نقدر نستنفع اكتر بالمادة طيب دي الرشيدة بقى بتاعت النهاردة الرشيدة بتاعت النبالح كانت ايه كانت انك انت تخصص صفحك كده لكل موضوع والاب والام ومشعارف ايه وكام الرشيدة بتاعت النهاردة عشان نبقى منتفعين قوي ومغتنمين المادة دي انا انصح ان كل شخص يكتب اهم الاسباب اللي يشعر انه مخلية مثلا حياته مش بالطمأنينة اللي هو عايزها يعني مثلا اشعر ان انا ما عرفش نفسي كويس اشعر ان انا بنشغل بالاخرين زيادة عن نزوم مش مركز في مذاكرتي يكتب الحاجات اللي لما مسبباله قلق مسبباله قلق يعني شوية علامات تفهم تشكك في الايمان في الالحاد في الوجود في الكلام على الاقل عشان لما نبقى نتكلم يعرف اها هي دي المسألة ان انا كنت مدور عليها دي الحكاية ان انا كنت فاكرة ان انا مش لقيلها حل وهو الاجابة موجودة انما نصيحتي انه تبقى في اسئلة وعاملة عارف زي تشكك لست كده اه دي اتقالت لا دي لسه متجاوبتش على امل ان احنا ان شاء الله نجيب معظم الاسئلة اللي حسب الخبرة والعمل عدت علينا قبل كده ولو في حاجة ما تقالتش لعل يبقى لنا لقاءة نتكلم في الحاجات دي لاحقة ان شاء الله بس دي نصيحتي للاستفادة الافضل ان شاء الله طيب دكتور هل انا احس ان فيه شبه بين اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وبين التنمية البشرية اعودوا بالله هل فيه فرق بين الاثنين ولا اه طبعا بس ده ده هيحتاج له قاعدة اه يعني ده ممكن في زيارتنا بكرة ان شاء الله لما تشرفني هنتكلم على ايه الفرق بين اللي احنا بنقوله وبين مفردة التنمية البشرية او مصطلح التنمية البشرية اللي عمل مشكلة في اه طبعا اه 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 بس عشان برضو يعني لا اعمم يعني وابا منصف هي لها وعليها بس الكلام ده هيحتاج تفصيل فده ممكن نتكلم فيه في يعني بكرة ان شاء الله اه اه وغالبا لو ما فيش صدق حيزعل مني ناس كتير الله مستعد يعني انا قلت لي لو ما فيش صدق لانه انا هحاول قدر الامكان انه بقى منصف اوي في توصيف المسألة لكن بعض الناس حتى لو كنت منصف اوي هم خلاص هم فهمين حاجة ومش عارفين يتخلصوا منها ابدا سننتظر بكرة ان شاء الله ان شاء الله نراك على خير شكرا دكتور اهلا وسهلا